يا من يسائل عن تراث عماني وشعارها المعروف في الأزماني سل عن جلندا والمهنى المرتضى وعن ابن كعبنسل وعن رساني وصلت إذ أزجى الجيوش إلى الحبوش كمثل أسد الغيل والعقباني قال الإمام لفتا عطيا هذا ترى هل تسع التقية فقالنا لأننا شراتوا بعن النفوس ما لنا تقاتوا قال تقدم للقتال قالا أنت إمام باشر القتال تقدم الإمام حتى قتلا وقتل القاضي وراه مقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن الدين كما شرع وأن الإسلام كما وصف وأن القرآن كما أنزل وأن القول كما حدث وأن الله هو الحق المبين ذكر الله محمدا بخير وصلى عليه وحياه بالسلام صلى الله عليه وسلم اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اجعل لنا كل صعب سهلا ثم إننا نحمد الله تعالى أولا حمدا كثيرا متواليا وإن كان يتضاء لدون حق جلاله حمد الحامدين على أن شرفنا بهذا اللقاء المبارك وهذا الاجتماع الطيب في هذا البيت الطاهر من بيوت الله وهذه الروضة من رياض جنان الله كما وصفها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قيل وما رياض الجنة يا رسول الله قال حلق الذكر وقال أيضا إن الملائكة ليصلون على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه هذا هو اللقاء الثالث من صفحات عمانية وقد تكلمنا في اللقاء الماضي عن الصحابة العمانيين أو عن بعض من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أهل عمان والذين شرفوا بلقياه عليه الصلاة والسلام وتعلم الدين منه مباشرة وقد ذكرنا أن الذين ذكروا الصحابة العمانيين ليسوا عمانيين بل ولا يعني ليسوا من الإباضية ولا من أهل عمان بل الذين ذكروا الصحابة العمانيين أمثال بن حجر العسقلاني في التهذيب والإصابة وكبن الأثير في أسد الغابة وكبن كثير في البداية والنهاية وكبن سعد في كتاب الطبقات الكبرى وغيرهم ذكروا أن هناك صحابة من أهل عمان صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وتلقوا الدين عنه وأخذوه منه كذلك صحبوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركوا أصحابه إذ بعد موته عليه الصلاة والسلام خرج وفد من أهل عمان والتقوا بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومكثوا بينهم أياما بل ساهموا في حروب الردة كما ذكرنا آنفا وفي عهد الخلفاء الراشدين وبعد الخلفاء الراشدين في القرن الثاني الهجري والثالث كان للعمانيين صولة في ميدان الإسلام وتاريخه وجولة لم يكن تمسك العمانيين بالإسلام تمسكا أجوفا ولم يكن انتماؤهم للدين انتماءا باهتا باردا بل كان ناشئا عن قناعة تامة وتمسك والتزام شديد ولا أدل على ذلك مما ذكرناه آنفا من أنهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم رفضوا مجاورة من لم يدخل معهم في دينهم من أهل عمان كان الفرس جيرانهم في عمان ولما رفض الفرس دخول الإسلام رفض أهل عمان مجاورتهم فحاربوهم حتى طردوهم من عمان وهكذا فعلوا في عهد أبي بكر الصديق مع الذين ارتدوا عن دين الله تبارك وتعالى وشارك عبد بن الجلمدة الملك الثاني من ملوك عمان بإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملك عمان بإقراره عبد أحد الملكين شارك في حروب الردة وشارك معه أهل عمان وكذلك شاركوا في الفتوحات في عهد عمر بن الخطاب رضوان الله عليهم حيث أنهم وجدوا أن في العمانيين خبرة بحرية فذ نادرة المثيل فاستغلوا خبرة العمانيين البحرية في إيصال الإسلام إلى موراء البحار وراجعوا تفاصيل ذلك في كتاب أذكره وذكرته مرارا كتاب تاريخ عمان قديما وحديثا لرجل ليس من أهل عمان هو من عمان تاريخ عمان قديما وحديثا ليوسف بن نيوي هذا الكتاب طبعته مكتبة الصحابة في الإمارات هذا الكتاب ذكر جهود العمانيين في عهد أبي بكر الصديق وعهد عمر بن الخطاب رضي الله عنهم وفي عهد عثمان وفي عهد علي كيف أنهم اجتهدوا وبذلوا الغالية والرخيص في نشر الإسلام ولم يشتغلوا بغير ذلك بذلوا أموالهم وأنفسهم وجهدهم وأوقاتهم وفارقوا أوطانهم من أجل ذلك وقد ذكرت لكم آنفا أن مازن بن غضوبة الصحابي الشهير من صحابة عمان وصالح بن المتوكل مولى دفنا في آذر بيجان في منطقة يقال لها برذعة كما ذكر ذلك ابن الأثير وذكره ابن حجر وغيرهما أنهما دفن في آذر بيجان لماذا؟ نشرا لدين الواحد الديان ودعوة له وإبلاغا لنوره وإصالا لضيائه وهكذا عبر القرون بذلوا الغالي والنفيس نصرة لديل الله ونشرا له في القرن الثاني الهجري نجد أنهم وصلوا إلى أماكن لم يصلها قبلهم غيرهم فهم أول من وصل إلى أرض الصين نشر لدين الله أول من وصل إلى الصين نشرا لدين الله هم أهل العمام ولذلك يشهر في التاريخ مشهور في التاريخ ذكر أبي عبيدة الصغير أبو عبيدة عبد الله بن القاسم البهلوي البسيوي من بسيا من بهلة أبو عبيدة عبد الله بن القاسم البهلوي هذا في القرن الثاني الهجري كان تاجرا وكان مبلغا لدين الله في الصين في القرن الثاني الهجري وهذا الكلام يذكره غير العمانيين كما أسلفت بين يدي الآن كتاب الإباضية في الخليج العربي في القرنين الثالث والرابع الهجريين للدكتور نايف عيد جابر السهيل الدكتور نايف عيد جابر السهيل هذا ليس من أهل عمان ما عمان ولا إباضي هذا الرجل يتكلم كلاما جميلا جدا يتكلم عن دور العمانيين وجهودهم المهضومة التي لم تجد من يقف عليها بإنصاف حتى أنه من كلامه في خاتمة بحثه هذا يقول في صفحة 219 في آخر الكتاب هذا يقول لقد كان لفرقة الإباضية يعني إباضية عمان دور مهم في الخليج العربي إبان القرنين الثالث والرابع الهجريين وهذا الدور لم يحظى بعناية تذكر من قبل الباحثين في حقل التاريخ الإسلامي الذين بحثوا في التاريخ ما اعتنوا حقا وفعلا بجهود العمانيين في نشر الإسلام فرأى الباحث يعني نفسه أن يطلع بمهمة إماطة لثام عن الدور الفعال لهذه الفرقة ولا سيما أنه لا يزال لها وجود قوي في منطقة عمان التي احتضنت شكر الإباضية كما أن هناك العديد من النواحي التي تتعلق بإباضية الخليج العربي لا يزال الجدل حولها قائمة ولم تحظى بدراسة كافية هذا الرجل بكل إنصاف ذكر بعضا من جهود العمانيين في نشر الإسلام في صفحة 165 يقول علاقة إباضية الخليج العربي مع الصين قال لقد عرف أهل الخليج العربي وبخاصة أهل عمان بلاد الصين منذ القرن الثاني الهجري نحن الآن في أي قرن في أي قرن نحن الآن الحمد لله القرن الخامس عشر ما كذا ما فيها أقوال ما تحتمي الخلاف القرن الخامس عشر نعم ولعل البعض يعني يحسبها بتاريخ المعاشات يقول لقد عرف أهل الخليج العربي وبخاصة أهل عمان بلاد الصين منذ القرن الثاني الهجري أثناء عهد يا إمة الكتمان في البصرة وذلك عن طريق الملاحين الذين أبحروا إلى بلاد الصين فقد أبحر أبو عبيدة عبد الله بن القاسم العماني إلى بلاد الصين ووصل إلى ميناء كانتون حوالي عام 133 وتعتبر رحلته من أقدم رحلات العرب إلى بلاد الصين كما رحل غيره من تجار عمان وعلمائها إلى الصين مثل النظر بن ميمون وقد قال الشماخي عن هؤلاء التجار العمانيين الذين رحلوا إلى الصين أنهم كانوا من خيال التجار إلى بلاد الصين في كتاب منهج الدعوة عند الإباضية يقول الشيخ محمد ناصر يقول وقد اشتهر أبو عبيدة عبد الله بن القاسم بأخلاقه الرفيعة الشهر بين أهل الصين بأخلاقه الإسلامية الرفيعة المؤثرة التي استطاعت أن تصل سمعتها الطيبة إلى إمبراطور الصين في ذلك الوقت حتى طلبه عنده وصارت بينه بينه علاقات وطيدة فلقبه آنذاك بجنرال الأخلاق الطيبة يلقب أبو عبيدة هذا التاجر العماني ذا لقبه إمبراطور الصين بجنرال الأخلاق الطيبة يقول ووصل إلى أن قال قال ووصل العمانيون بمتاجرهم إلى أقصى شمال الصين إلى مدينة قانصة وبلاد الشيلة التي يعتقد أنها بلاد كوريا الآن أو اليابان وصلوا إلى اليابان وتوغلوا في داخل البلاد حيث كانت بعض الموانئ الصينية لا تقعوا على الساحل الذي يطل على بحر الصين أو المحيط الهندي مباشرة بل كانت تقعوا على سواحل بعض الأنهار في الداخل ولقد كان أبو عبيدة عبد الله بن القاسم هو أول التجار العمانيين الذين وصلوا خلال القرن الثالث للهجرة إلى بلاد الصين كان من علماء الإباضية واستطاع من خلال رحلاته التجارية أن يعمل على نشر الإسلام استطاع أن يعمل على نشر الإسلام سواء على يديه أو على يدي زملائه من التجار العمانيين الآخرين الذين قصلوا بلاد الصين مثل النظر بن ميمون الذي يقول عنه الشماخي كان من خيار المسلمين ومن تجار الصين ثم يعقد فصل آخر قال علاقة إباضية الخليج العربي مع الهند علاقتهم مع الصين نشر الإسلام في الصين ونشر الإسلام في الهند قال لقد كان لعمان في ظل الإباضية نشاط تجار في الهند وقد دعم آئمة الإباضية في عمان أسطولهم البحرية والتجارية بأسطول حربي في محاولة منها للقضاء على قراصنة الهند الذين كانوا يتعرضون للسفن العمانية أثناء رحلاتها بين الهند والصين وبين عمان نعم أبو المؤثر رحمه الله الصلاة بن مالك الخروصي وهو من علماء القرن الثاني للهجري يذكر عن محمد بن محبوب أنه كان يدخل كثيرا من الهنود الإسلام يدخل الكثير من الهنود الإسلام مع دعوتهم كانت في أوجها وفي ذروتها في تلك الديار منذ قرون عديدة في القرن الثالث الهجري كانوا ينشرون الإسلام وينصرونه في تلك الديار والبقام ثم عقد فصلا آخر يقول وهكذا نرى أنه نتيجة لجهود إباضية عمان وغير العمانيين انتشر الإسلام في الهند والتزم الهنود المسلمون بتعاليم الإسلام وتقاليده ثم عقد فصلا آخر علاقة إباضية الخليج العربي مع أندونيسيا وذكر كيف أنهم نشر الإسلام في أندونيسيا ثم عقد فصلا آخر في نشرهم الإسلام في جزر الملايو ثم نشرهم الإسلام مع جزر في السيلان وفي جزر المالديف واللكديف وكذلك في شرق أفريقيا ذكر جهودا عظيمة في وقت كانت فيه وسائل التواصل والاتصال كانت صعبة متعذرة عسيرة كانوا يوصلون دين الله تبارك وتعالى في شرق بلاد وغربها فهذا من دلائل غيرتهم على دين الله نصر الإسلام بأنفسهم حينما ساحوا في أرض الله تبارك وتعالى مبلغين لدين الله وأيضا نصر الإسلام حينما تعلموه واستوعبوه وتشربوه فمنذ القرن الثاني الهجري بل من القرن الأول أدرك العمانيون قيمة تعلم شرع الله تبارك وتعالى والتضلع به منذ القرن الثاني فقد خرج جابر بن زيد رضوان الله تبارك وتعالى عليه إلى أن التقى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقى العلم عنهم جميعا عن من أدرك حتى أنه قال أدركت سبعين بدريا فحاويت ما عندهم هذه الهمة القعساء سبعين بدري ما معنى سبعين بدري قبائلهم يعني هذه شهدوا بدرا أدرك سبعين ممن شهدوا بدرا قال فحاويت ما عندهم ما في صدورهم نسخته في صدري سبعين واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أدركوا بدرا فوعيف حويت ما عندهم إلا البحر يعني بن عباس قال عبد الله بن عباس هذا كلما أوغلت فيه كلما رأيته يتطامى ويربو ويتزايد يقول إلا البحر يعني بن عباس يقول الشيخ السالم رحمه الله سبعون بدريا حوى ما عندهم جابرنا وقد وعى وقد علم ثم خرج بعد ذلك في لما تولى قيادة الدعوة بعد الإمام جابر أبو عبيد مسلم بن أبي كريمة التميمي نور الله ضريحة وضمخ بالروح والريحان روحا خرج من هنا حملة العلم يسمون بحملة العلم كذا اشتهروا حملت العلم إلى بلاد المشرق وهم محمد بن محبوب القرشي محمد بن محبوب بن الرحيل بن سيف ابن هبيرة القرشي وخرج المنير بن النير الريامي الجعلاني وخرج محمد بن المعلى الفشحي النزوي وخرج البشير بن المنذر النزوي وخرج موسى بن أبي جابر الأزكوي خرج هؤلاء إلى أن جثوا بالركب في سرداب أبي عبيد الذي عاش في ظل الدولة الأموية عاش هناك في سرداب تحت الأرض عاش في سرداب تحت الأرض يعلم ويلق ويربي ويدرس وجاءه حملة العلم من أصقاع الدنيا وبقاعها من جملتهم أهل عمان تلقوا العلم هناك وتضلعوا بعلم جابر ما في وعاء جابر أفرغه في وعاء أبي عبيدة جابر بن زيد بحر غطنطم زخار هذا الرجل له ديوان هو أول ديوان ألف في الإسلام جابر بن زيد أول من دون في الإسلام أول مدون في الإسلام مدونة جابر بن زيد قيل أنها وقر بعير وقيل حمل عشرة أبعرة حمل عشرة أبعرة علم أفرغ هذا في وعاء أبي عبيدة رحمه الله ونضحه في أجواف طلابه وحملة العلم الذين شرقوا وغربوا وأشأموا وأيمنوا وأعمنوا وأنجدوا كم يقول الشيخ أبموسن رحمه الله هم شرقوا وغربوا وأشأموا وأنجدوا ومهدوا لنذراهم لكبات الخميس شدها وجدها وحدها والمنتحة رضي الله عنهم وخرجوا في الدنيا كالبحر الطهور الذي يغسلها من أدناسها وأنجاسها وأرجاسها وأنكاسها وهؤلاء العلم الذي تعلموه لم يستقر في أجوافهم وإنما جعلوه جسدا حيا في الأمة لما رأوا أن الدولة الأموية تعبث بدين الله والدولة العباسية تلعب بدين الله واقع هذا كلام مرير جدا يعني يصاب المرأ بالحسر لما أقرأ منهاج السنة منهاج السنة المجلد الرابع المطبوع بدار الكتب العلمية منشورات بيضون الجزء الرابع منهاج السنة لما يمدح لك الدولة الأموية من تيمية يمدح الدولة الأموية ويمدح الدولة العباسية ويذكر فضائلها بل حتى ليزيد من معاوية مدها يمدح الدولة الأموية والعباسية ومع ذلك أنا أطالع هذه الدولة العباسية وتاريخها فأجد العجب العجاب هذا هارون الرشيد هذا يضارب على هذا المأمون يعني يجلس مع وحده مطربة تغنيه وقاضيه يحيي من أكثر يجلسونه مع وحده تغنيه لهم أمير المؤمنين جالس مع مطربة تغنيه له هذا هارون الرشيد المسمى بالرشيد هذا يعني اكتشف أن قاضيه يحتس الخمر لكن بالدسية كذا من غير ما يعرف القاضي قاضي هارون الرشيد كان يشرب خمر وهارون الرشيد باغي هو يعجب القاضي هذا من أصدقائه المقربين ويتمنى أن لو احتس الخمر معه ويارباعة يعني لكن هذاك ترى ما مستحي يبين لهارون أنه يشرب الخمر فأراد هارون أن يبين لأنه نعرف فتعال نتعاطاها مع بعض هذا الكلام إن شئتم توثيقه ما كتبه العمانيون الآن موجود في السيارة عندك شيء تجيب حلكم وتقع أقرأه بين يديك عشان ما يقول جماعة اللي يشوف هذا التصوير يقول وهذه من أكاذيب فلان لهذا إن شئتم قرأنا موجود الكتب والمراجع في السيارة كتب معاصرة يعني حررها من حررها أقلاء معاصرة تكتبها الكلام فأراد أن ترطى الرشلة واحد سول فخ كذا قال اذهب إليه وقارعه كؤوس الخمر حتى يثمل حتى يسكر مرة فجيب حالي جيب القصر هنا لأبين لأن شفتك أنت خلاص الآن كشفت فذهب ذاك وقارعه كؤوس الخمر حتى سقط هذا قارع القاضي ثم جاء به مع اعتذار القضاء إذا كان شيء قضاء هنا عندكم ترى أنت قضاء من أهل عمان فأخذه ذاك الصاحب أخذ القاضي إلى أن جاء به قصر هارون الرشيد يعني أجلسه معه ولما أفاق وجد هارون الرشيد على رأسه صباحك الله بالخير أنت الذي فعلت كذا وسويت كذا وقلت كذا وجابوك حل سكران فافتضح قال لا عليك لا عليك بنت عطاها أربعة يقول حتى يقول هذا الكاتب يقول فيعني راح يعني الآن وجد في نفسه راحة وراحة يشرب معه الخمر طيلة حياته وما فرق بينهما إلا الموت رضي الله عن غيرهما يقول ما فرق هذا الكلام هذا يفعله أمراء المؤمنين الدولة العباسية والدولة الأموية وهارون الرشيد ذكرت لكم آنفا أنه كان قبل أن يموت كان في نيته أن يغزو عمان وأن يبيد خضراءها بعد أن وجه لها جيشا عليها أخو زوجته زبيدة غزى عمان ودحر ثم جهز جيشا آخر لإبادة خضراء عمان فأباده الله قبل أن يتم منيته هذا هارون المسمى بالرشيد وهؤلاء الذين يمدحون ويثنى عليهم لما رأى العمانيون هذا الجور وهذه الظلمات اعتزلوا تلك الحياة وأسسوا لأنفسهم وبنوا لأنفسهم بنيانا على تقوى من الله تعالى هذا كتاب للدكتور حسين غباش مشهور حسين عبيد غانم غباش عمان الديمقراطية الإسلامية تقاليد الإمامة والتاريخ السياسي الحديث هذا الرجل يقول الدستور الإباضي يقصد العماني هو الأول من نوعه في العالم العربي والإسلامي بل ومن الأوائل في العالم كله فالأسس الأولى لهذا الدستور وضعت في النصف الثاني من القرن الهجري الأول ويقول أيضا لقد دخلت الديمقراطية إلى عمان مع المذهب الإباضي أي مع الدين وهذا الشكل من الديمقراطية الأول من نوعه في العالم تجسد في نظام الإمامة الدستوري المعتدل والقادر بفضل دستوره على ضمان استمرار الديمقراطية وتجذرها التدريجي في هذا الكتاب يقول في صفحة 43 أشعلت الحركة الإباضية في عمان عام 132 ثورة على الدولة الأموية أدت إلى إعلان أول إمامة مستقلة وتم انتخاب الجلندة ابن مسعود إماما لها ولكن هذه الإمامة التي امتد نفوذها من عمان إلى حضر موت واليمن لم تعمر طويلا إذ أجهز عليها العباسيون عام 34 العباسيون ما يكفيهم الفساد الذي نشروه في الدول التي سادوها وحكموها أرادوا أن يمتد هذا إلى عمان أيضا وإلى غيرها إلى بقاء العالم العمانيون اعتزلوا تلك الظلمات وأوجدوا لهم دولا تسير على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين لأن العلم الذي تعلموه علمهم أن العدل فرض واجب على من استطاع عليه وقدر على إقامة أركانه فلذلك كل ما استطاعوا على إقامة أركان العدل أقاموها وتركوا دول بني أمي والعباس ظلماتها الطامية واعتزلوا بأنفسهم لوقيموا دولا مستقلة تسير على منهاج النبوة ولهذا قرأ سيرة الجلندة ابن مسعود العادل الكامل الفضل رضوان الله عليه والذي يعد أفضل أئمة عمان أفضل إمام في عمان الجلندة ابن مسعود رحمه الله تعالى الشهيد الذي قتل شهيدا من أجل العدل والفضل والحرية والكرامة وتعاليم الإسلام وتشريعاته النبيلة الجلندة هذا الذي لم يوقفه أي حد وأي مان عن تطبيق شرع الله حتى على أقاربه المقربين بني عمومته الذين لما وجب إقامة الحد عليهم أقامه أبناء عمومة لما وجب إقامة الحد عليهم أقامه ولم ينثني رغم أنه في قلبه ما في قلبه من احتراق على أبناء عمومته عبر عنه بدموعه الساخنة التي أحرقت وجنته لما رأى أبناء عمومته هو منزم أن يطبق عليهم الحد وإن كان قلبه فيه ما فيه فعبر عن حسرته بدمعات ذرفتها عينه فرأى ذلك أهل الحل والعقد فقالوا ترق في حدود الله هذه حدود الله ما فيها رقة أترق في حدود الله فعزل الجلندة رضوان الله تعالى عليه بسبب دمعة نزلت من عينه في حد الحدود الله أترق في حدود الله عزلوه وصاره حال كحال أي واحد من الشراط الذين معه إلا أنهم لما وجدوا أنه أفضل أهل زمانه حاولوا إرجاعه وإعادته لمنصب الإمامة فرفض وامتنع لأنه منصب عزيز عظيم واجتهدوا في إرجاعه وبعد إلحاح رجع وفي ذلك يقول نور الدين السالم رحمه الله تعالى والمسلمون عزلوا الجلندة فزال عنهم وما تعدى غدا كواحد من الشراط يمسي ويصبحن في الثقات الإختبار عزلوه لا سوى فطلبوا الرجعة منه فالتوى ولم يذكوه إلى أن رجع لأمرهم فقام فيهم ودعا وعاد إليهم وقتل شهيدا رحمه الله تعالى في جلفار لما أتى العباسيون وتواقفوا مع الجلندة وصار بينهما قتل واقتتال شديد حتى أبيد كل أصحاب الجلندة بن مسعود رحمه الله ولم يبق معه إلا القاضي قاضيه هلال بن عطية هلال بن عطية فالتفت الجلندة لقاضيه قال له يا هلال ما ترى أن أعطيهم التقية نتقي ونسلم لهم الخاتم وما طلبوه منا فقال الهلال يا إمام لا تسعنا التقية لأننا شراه لا تسعنا التقية لأننا شراه فقال الإمام تقدم يا هلال مسألة مسألة خلاص لا بد فيها من تفاني وتلاشي فتقدم يا هلال فقال هلال بل أنت إمامي فكن أمامي ولك علي عهد أن لا أبقى بعدك بل أنت إمامي فكن أمامي ولك علي عهد أن لا أبقى بعدك فتقدم الإمام حتى قتل ثم تقدم الهلال ابن عطية الخراسان رضوان الله عليه فقاتل قتالا مريرا حتى قتل قال الإمام لهلال ما ترى قال تقدم وأنا في من جرى قال الإمام لفتا عطية ماذا ترى هل تسع التقية فقال لا لأننا شراتوا بعنا النفوس ما لنا تقاتوا قال تقدم للقتال قال أنت إمام باشر القتال تقدم الإمام حتى قتلا وقتد القاضي وراه مقبلا كان هذا في جلفار جلفار هين جلفار هين جلفار رأس الخيمة رأس الخيمة هي جلفار وشهدت مصرع مصرع هم جلفار يقول الشيخ السالم رحيم الله كذا أقام العدل والفضل وهذا الوارث بن كعب الخروصي أئمة كم يقول الشيخ نور الدين السالم رحيم كم يقول الشيخ السالم رحيم الشيخ المسلم يقول حفظ الدين الحنيف بهم العلم هذا الذي تعلموه لم يكن فقط لم تكن أجوافهم فقط له وعاء ولا حسله ولا خبر لا كان يجسدونه في واقعهم كلما استطاعوا على أن يقيموا العدل والفضل أقامه الوارث بن كعب الخروصي رحمه الله تعالى كان إماما من أجلة يا إمة عمان قرأوا تاريخكم وقرأوا سيركم وقرأوا أسلافكم هؤلاء خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجيك جائن ويقول لك الخلفاء أو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية ويزيد وعبد الملك بن مروان ويدخل لك المتردية والنطيحة وما أكل السبع هؤلاء خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم ذي لا هؤلاء خلفاء عبد الملك الحجاج بن يوسف الثقفي الذي رجم الكعب اليزيد بن معاوية في وقعة الحرة في وقعة الحرة وحدها عشرة آلاف قتيل قتلهم سبعمية منهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اليزيد بن معاوية في وقعة الحرة عشرة آلاف قتيل سبعمية منهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هذا اليزيد وفي خلافته الراشدة اليزيد بن معاوية في خلافته الراشدة حبلت ألف امرأة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حبلاً ولد ألف مولود لا يدرى من أبوه ألف مولود لا يعلم من أبوه في عهدي خلافة هذا اليزيد بن معاوية الذي انتهك الحرم واقترف الجرائم العظام ومع هذا لما يجيب انت فيمية يشرح حديث حديث النبضة وعصلاً من هذه السنة ألئن من بعد 12 قالهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية وليزيد بن معاوية واحد منهم إلى 12 لمدحهم النبي وعثمان الخميص في كتاب حقب من التاريخ يقول بابهم في خلافة أمير المؤمنين خليفة رسول الله أبو بكر ثم أمير رؤون عمر ثم بابهم في خلافة أمير المؤمن عثمان بابهم في خلافة أمير المؤمن علي بابهم في خلافة أمير رؤون معاوية باب في خلافة أمير المؤمنين اليزيد بن معاوية هذا مجرم ذا الأفاك هذا أمير المؤمنين أمراء الإسلام حقا هؤلاء الوارث بن كعد الخروصي رضوان الله تبارك وتعالى هذا الذي سجن بعض أهل الأحداث في زمانه في واد معروف الآن في نزوان سجنوا وتفاصيل القصة في التحفة راجعوها وفي عمان عبر التاريخ وفي غيرها فسالت الأودية في الوقت الذي كان فيه هؤلاء في حبسهم في ذلك المكان فجاء المخبر للإمام بأن الأودية قد سالت والسجناء في محلهم ونحشى عليهم الغرق فما ترى استشيروه فهب الإمام بنفسه لإنقاذهم وقال أمانتي أمانتي ماذا أقول ربي يوم القيامة إن لقيته خائنا للأمانة وحاول الناس إمساكه فأبى والوادي له إرغاء وإزباد فاقتحمه بعض المخلصين معه من أصحابه دخلوا معه وحاولوا إنقاذ السجناء ولكن السيل كان أقوى منهم فجرفهم جميعا واستشهدوا واستشهد الإمام غريقا واستشهد الذين معه ووجدوه بعد أيام ولم يتغير منه شيء رضوان الله عليه لم يتغير بدنه بعد أيام أولا خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم خلفاء الرسول الصلت بن مالك رضوان الله تعالى عليه هذا الإمام العلم وإمة عمان كانوا علماء كانوا جهابذة كانوا أهل خشية وتقوى الصلت بن مالك الذي تستغيث به امرأة صوت امرأة يصيح به قائلا ما بال صلت ينام الليل مرتبطا وفي سقط رحريم بن بن هبي قل للإمام الذي ترجى فضائله ابن الكرام وابن السادة النجم وابن الجحا جحة شم من الذين هم كانوا سناها وكانوا سادة العربي فهب لنصرتها رضوان الله تعالى عليه فإمة عمان المهن بن جيفر قرأ سير العظام غسان بن عبد الله هذا الإمام الذي ذكر هذا السهيل الدكتور السهيل في كتابه مشكورا هذا حكم عمان 15 سنة غسان بن عبد الله حكم عمان 15 سنة لم تقطع في زمانه يد سارق إلا يد واحدة بس ما قطعت يد سارق إلا يد واحدة لأن العدل كان ميزانه قائما قيما مستقيما ويوم أن تمكنوا رضوان الله عليهم من أن يكتسحوا الظلمات في مواطنها خرجوا خرج أبو حمزة وخرج أصحابه رضوان الله عليهم وأغاروا على الظلم في قماقمه وفي أقماعه قزوهم واكتسحوا تلك الظلمات الجارفة واستوى أبو حمزة على إنبار رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاتب أهل المدينة كيف رضوخوا لتلك الظلمات الأموية وهكذا سار أسلافنا رضوان الله تبارك وتعالى عليهم سيرة عادلة فاضلة وأهل عمان خدموا العلم كما خدموه تجسيدا وواقعا في الحياة خدموه تدوينا كذلك فهم كما قلت أول مدونة كانت عمانية وأضخم مدونة نظمية عمانية أول مدونة فقهية هي مدونة جابر بن زيد رحمه الله كما تقدم وقربعير أو عشرة أبعرة وآخر مدونة نظمية آخر كتاب فقهي نظمي كان عمانية ولما ذكرت لي أحد الفضلاء في الجزائر أقول له ولم تلد ولم تلد أرحام النساء من سيفعل مثل هذا الفعل اعترض عليه قال لم تلد يمكن لكن لن تلد صعبة هذا حكم يعني لما قلت ذلك ذكرت لعاد كلام الشيخ ما هي هذه المنظومة منظومة الشيخ محمد بن شامس البطاشي التي نظمها في ثلاث سنين أرجوزت سلاسل الذهب في عشرة أجزاء امي واربع وعشرين ألف بيت الآن في زمانك هذا زمن الشاب أروح ينسى على ما يسمى بالواتساب أروح ينسى عينت ومن يفرغ مني سعى الإنترنت وسعى الفضائيات هذا متفرغ حال علم أو التعلم أينظم بي واربع وعشرين ألف بين ذلك فأقول له حتى الزمن القادم لا يستطيع أن يلد أمثل هؤلاء الرجال العظيم قال فعام اثنين ثمانين لقد شرعت فيه مستعينا بالصمد وعام خمسة ثمانين إلى ألف ثلاثمائة قد كمل هذا بالهجر طبعا أسميته باسم سلاسل الذهب حوى الفروع والأصول والأدب جعلته في عشرة الأجزاء وعدها لم يأتي بالسوائي بل بعضها أكبر من بعض وقد جاء جميع النظم حصرا إذ يعد مئة ألف بالعداد الوافي عشرون مع أربعة الآلافي بعد أنبياء ذي الجلال ورسله ذو المقام العالي ميو أربع وعشرين ألف بيت في اليوم الواحد كان ينظم ألف بيت تعرف اللي أن هذا الرجل مخلص كان ينام في اليوم ثلاث ساعات فأربع وعشرين ساعي ينام ثلاث ساعات فقط لا سوى والباقي مع الله سبحانه وتعالى هذه آخر هذه الجهود العلمية دع بعد ذلك ما بينهما ما بين أول مدونة وآخر مدونة نظمية قلت ما بعد ذلك لما لقيت أحد طلبة العلم لأخوة الإخوة الحنفية في مكة قال أخبرني أنكم الإباضية أنت وش عندكم الكتب قتل بيان الشرع عندنا في 73 مجلد شيق 73 مجلد يعني أنت وقعت قل جزء جزءين 73 ألفها واحد قلت لا الشيء محمد إبراهيم الكندي الشيء محمد إبراهيم الكندي صاحب بيان الشرع 73 مجلد من كان مدخرا كنزا يفوز به فحسبه ببيان الشرع في الكتب أخلصت حبي له من بين جملتها من غير غمطيلها في الفضل يا ابن أبي يقول الشيخ السالم ولازمن لبيان الشرع حوال أصول عند كل فرع قد لقى موسي الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة 91 مجلد قال لا إله إلا الله قتل هذا الواقع 91 مجلد كتبه صاحبه ثلاث مرات عماني هذا قتل عماني حتى النخاع عماني قح شيخ جميل بن خميس السعدي رحمه الله تعالى من القرط كذا حبنا لو صنعه هنا نعم في 91 مجلد وكتب ثلاث مرات انتهى المرة الأولى والثانية والثالثة هذه ما من تناطح الجوزاء وتزاحم الشمسة في الجلاء وبعد ذلك ما بينهما منهج الطالبين مصنف أربعين مجلد ومنهج الطالبين في عشرين مجلد ومكنون الخزائن والجوامع جامع بن جعفر وجامع أب الحواري وجامع أب الفضل بن الحواري كتب في القرن الأول والثاني والثالث والرابع والخامس وما توقف في القرن الثالث عشر هذه المطولات والمسوعات الفقهية النظمية والنثرية خدم العلم خدمة يعني على اليوم العصر كنت أقول للإخوان أقول منذ القرن الرابع كانوا يعنون بالعلم والتعليم حتى أن ابن بركة في زمانه أنشأ مدرسة هي أول مدرسة داخلية في التاريخ الإسلامي ككل الآن هذه المدرسة تتهدم آئلة للسقوط الآن آئلة للسقوط وقد تتساقط إذا لم تتداركها الأيد المعنية بهذه الأمور قد تسقط مع أهميتها العظمى والكبرى كانت تخرج أفواجا من طلبة العلم من المشرق والمغرب مدرسة بالمباركة ينضحون علما يقول أحد وقفت على ترجمة كيف الطبقات لأحد مشايخ المغرب يقول يقول وقفت أنا وشيخ لي على مسألة فيها قولان ولم ينصبهما ذكرنا في المسألة قولان ولم ينصبهما فدخلت الديوان الديوان يعني المكتبة فبحثت في تلك الكتب بقيت تقريب يقول أربعة أشهر وأنا في المكتبة هذه أبحث عن هذين القولين وعن من قال بهما فأحصيت كتب المشارقة كتب العمانيين في ذلك الوقت كتب العمانيين في مكتبتي فقط في المكتبة التي أنا فيها فوجدتها أكثر عن ثلاثين ألف كتاب في مكتبتي فقط يقول هناك عندهم ثلاثين ألف كتاب وجدتها في المكتب دعا بعد ذلك الكتب الأخرى التي فالعمانيون خدموا العلم خدموه عملا وخدموا الإسلام وخدموا العلم وجسدوا الإسلام واقعا في حياتهم هذا هو التمسك الحقيقي بدين الله وهذا هو تاريخ عمان إن تفخر به لدف والليوى مع الدنداني يقول الشيخ محمد بن شامس البطاشي رحمه الله جاينا واحد صحفي ما أعرف من دل على الشيخ محمد واحد دهاب الظاهر معه قال لسع الشيخ محمد قال للشيخ ما هي يعني يقول قريات عندكم كثير فيها من المورثات الشعبية عالم قاضية من قوات المسلمين الكبار جي تسأل عن المورثات الشعبية قال لا ما هي أبرز المورثات الشعبية عندكم الشيخ يعني يسأل عن الطبيل وعن معرمات أستاذ الله يا عظيم قال الشيخ أجابه بأبيات يعني قال يا من يسائل عن تراث عماني وشعارها المعروف في الأزمان سأل عن جلندا والمهن المرتضى وعن ابن كعب سل وعن غساني وصلت إذ أزج الجيوش إلى الحبوش كمثل أسد الغيل والعقباني ومضى في هذه القصيدة إلى أن قال هذا شعار عمان إن تفخر به للدف والليوى مع الدنداني هذا آخر وإن كان الدنداني ما تحتاج شوية لحنه وحده لحن قال هذا شعار الآن الآن مشكلتنا مشكلة يعني الآن هذا التاريخ الذي أتلوه الآن على المسامع هذا جزء ومضى من شعاع التاريخ العماني النبي الآن نغيب نحن الآن إعلامنا الآن إعلامنا يطمس بصائرنا وعقولنا يبين لك عمان تاريخ عمان شيء تعبان جدا خصة في التراث هذا في المهرجان تراثيات عمانية يجيب لك حريمي صفقين ويجيب لك حريمي حجلين يعني أشياء وانطاح الثيران من التراث العماني يعني العمانيين ناصر بن مرشد والوارث والصلت وهذا الجهد والقلاع والحصون وهذا الشيء العظيم هذا اختزلت كل كل هذا صرف واختزلت تاريخ العماني ثم طاح الثيران واختزلت تاريخ العماني في الفنون الشعبية حريم ورجال يخالط بعضهم ويرقصوا ويرزهم يعني شيء مخزي ويقدم في الفضائيات هذا الكلام تراث هذا في التلفاز العالم كل يشاهد عمان هذا تاريخ هذا هذا ما قدمته عمان ما قدمته عمان هذا الذي تتلوه الآن والأقلام المنصفة جزاها الله خير لا زالت تحبر وتسطر لكن نحن الريد العمانيين هم اللي يخرجوا ما عندهم ما حكى ظهري مثل الظفري آم صحيح ما حكى ظهري ما حد يربي ولد غيره كما يقال فهؤلاء وإن كتب وقد يكون تدفعهم بعض الأشياء شهادات وكذا وجزاهم الله خير على كل حال لكن لكن نحن لما نجل شوه هذا التاريخ وانطلع لك هذه الأشياء حريم صفق ورجال رقصه وانطاح ثيران ومحرف فيش وهذه الأشياء هذه هذا يعني عار وشنار حقيق بالتاريخ العماني تاريخ عمان تاريخ رجال التاريخ العماني تاريخ الرجولي تاريخ فحول الرجال وهذا العلو آخر كتاب كان في نية الشيخ محمد أن يؤلفه الشيخ البطاشي فحول الرجال ولكنه توفاه الله قبل أن يتمه وله أجر نيته إن شاء الله ونحن نسأل الله في ختام هذه اللقاءات أن يوفقنا لكل خير وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعانا من أوليائه وحزبه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما اللهم لا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وشكرا لكم وجزاكم الله خير